صبيحة الخيرات عفوفة ربي خليكم الحصن اخلاقك هتدي كله من جهولية في موضحك الموجات الإجابية عرفت برشا إني غجيه ما شاء الله شاء الله سبيحكم سبيح مزيين سبيح الأناقة والجواء كتشوفوا كل شي على تشوفوا كل شي على راديو ميد تونيزي وتعوى غران دبوتة مع اللازوينة غران دبوتة مع اللازوينة مع مدينة فير غران دبوتة مع اللازوينة شاء الله يا ربي بالبركة والخير ومشاء الله ديما عامرة لا يعرف Аي أمونا اليوم على شنو بش نحكيه نذكر أنه فيما المسابقة بقيه في آخر الفقرة ايمان بش تطرح علينا السؤال تقال تحكيه انا عاي ملا أنا ننتبه بش نقتركم سؤال سئل 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 مالي على خير دونك نستنائيه التاليفوناتكم على ثنين وسبعين ثلاثمائة وثمانية وعشين خمسا مية ثلاثمائة وثمانية وثمانية وعشين خمسا مية بش نطرحوا سؤال على اللي بش يتقال توا احنا المرة اللي فاتت احكينا على مشكل تساقط الشعر وعطينا تركيبة الاعشاب والزيوت ومعها تركيبة القطرة وقلنا بالمواظبة في الاستعمال والمداومة والانتظام يحد بكيفية كبيرة في تساقط الشعر بش نترق الحاجة اخرى اليوم نحكيه فيها في الشعر تطويل الشعر برشا منا برشا يقضي يوصل اثرتان نيفو ولا حتى بنيت منعش على شسبب ماذا بينا تقول لنا اي هوا بش نحكيه على الطرق اللي تخلي فريما تعزز نمو الشعر وتخلي الشعر يتويل في فترة قصيرة يعني هما ديزاستوس سهلين ما يخذوش برشا واقت يحب لهم جزت وساعة البال هاي سيدي هاي اي هاي وعنا الربح را ونذكر وفم الربح اي كما قلت لك عفيفة يوصل للشعر اسخت عنيفو ومعادش يحب يتويل تقول لك انا استعملت ما استعملت يعني شعري مثلا قصيتو وفي بلي بشيقوة وياتويل ما توليش وياتويل ما فهمت نقص في اللي بوان سباقت وحلما قاعد ولنهارت اللي سباقتو ساعتو ما عاد شزي ساعتو ساعتو القصين برشا تمشي تقص شعيرات ها يعني تبدل الكوب ولا تبدل اللوك ولا بعد تقول لك انا معناه في باليكي قصيته بشي قوى اما هو لي معناه قعد في النفو هذك وما حبش يتحرك بالكل نقول لك انا من اول الخطوات اللي تعمل على تطويل الشعر وتحفيز نموه هو تدليك او دلك فروة الرأس فروة الشعر يعني اذا احنا ندلكم ليح فروة شعرنا بمعدل خمسة لعشرة قايق كل يوم ومرة في الاسبوع بخليط زيتي طيب نحكيه عليه فهذا اللي يحظوا اللي في غماء الشعر قاعد يتويل بصفة باهية وبصفة كبيرة يعني فهمت طيب بغلي انت شعرك روئي في النفو هذك المساج مهم جدا مع استعمال اللي بش تقول لنا علي من اول الخطوات ومن اهم الخطوات ومن احسن الخطوات في تطويل الشعر هو تدليق فروة الشعر عليش على خطر كين دلكو فروة شعرنا بش ننشطو دورة دموية تنشيط دورة دموية في بصائلات الشعر هذك بش يخلي ليفيتامي ويخلي معناها الغيذي اللي يهزوا الدم يخلط بصيفة احسن ويخلي الوكسيجين يخلط بصيفة احسن زيدة اذا كين ندلكو نعطيو نزاستوس الساعة اللي ينتبعوهم وبعد نعطيو وصفة للازوينة التدليق يخلي الخالية الميتة على مستوى فروة الشعر تتخلص منها فبذلك انه الخلطة بتاعك تزيد تتغلغل مخي واضح دعوة تنشيط الدورة الدموية معناها التخلي على الخالية الميتة هذوما من اهم الحاجات اللي يعطيهم التدليق فبيدوروا هو فبيدوروا هو يعمل على تطويل الشعر نجيو احنا للخلطة في للازوينة ننصحوا بخلطة تركيبة الاعشاب والزيوت اللي هي بيدها كيما قلنا فيها اعشاب وزيوت تعمل على حل مشاكل الشعر كيف كيف تعمل على تطويل الشعر وهذوما معناها حاجات مجربة معناها تقول لك فريمان انا في شهرين في ثلاثة شهور حسيت اللي شعري قاعد طويل بغابور كيفش كنقبل بيه بيه انا العشو زيوت وعشر اعشاب زيتها زيت الارغان الويل دارغان ننتخيتي دي للا برسيان فرواد يعني معروف في للازوينة الپور الاصلي هذي يلزمنا نقولوها ونأكدو عليها اللي الحقيقة لم تشريش من أي بقع زيت الارغان عند للازوينة زيت الارغان انا راني نحبو برش زيت الارغان للازوينة انا زيت الارغان في الاصل ما نعتيش للشعر في الاصل نعطيه للبشرة الوجه للناس اللي تحب معناها ظهور علامات تجعيد شيخوها المبكرة هذو كم معناه تعمل على معالجتها وقام ميمتون الابون يدغط بيان وغيب خوتيج الابو اما نعطيه في حالة واحدة نعطيه مع خليط تركيبة الاعشاب والزيوت وقت اللي معناها زوينة تجينا تقول نحب على تطويل الشعر دونك نزيد انا زيت الارغان مع خلطة الاعشاب والزيوت معاها زيت القطرة معناها هذي الميلانج دتخوا معناها الميلانج الخليط متاع ثلاث زيوت نعطيه صحيح لحل مشكل الشعر ولكن في نفس الوقت يعمل على تطويل الشعر على خاطر زيت الارغان غني بالفيتامين غني بالمضادة الاكس ده غني بالفيتامين هاش زي ده هذا يعطي او يحفز او يعمل على زيادة نمو شعر عند معناها في الخليط او عند استعماله للزوينة طيب كيفاش نخلطوهم هات ثلاثة مكونات الاساسية لتطويل الشعر هو سهل الخلطة انك تيخوا مقدار مثال ثلاثة مغارف من عشر زيوت وعشر اعشاب ناخذوا مقدار عشر قطرات من زيت الارغان بالبيبات سي دجا معنا مريق السهل استعماله سهل على الاخر على ستريمينج لائف بالبيبات هنا معنا فيها بالقطارات وزيت القطرات كما قلنا المرة اللي فاتت ستة أو خمس قطارات من المستحسن من المستحسن من المستحسن انه ندفي الخاليط راه الزيت يتعمل دافي على فروة الشعر خير من انه يتعمل معناها هكيكا يعني كما نقول بيرد انت فام نيا ندفي الخلطة هذيكا وندلكوا بها فروة راس مليح مليح ونغلف شعرنا معناها هذي زيدا من نصائح المهمة جدا تغليف الشعر ثلاثة سويع قبل الخسيل مرة في الجمعة وبقدرة ربي لاحظوا الفرق في الشعر اني تتقد اني تكسب نظارتها زيدا خاطر كيم على نظارة البشرة بيرد بيش نسئلسو ايه ايمان اي استوس هايل هايل على كي نجم العشرة العشرة خلينا نبدأ بالعشر مغرفة من العشر الزيوت اربعة اربعة مغرف ثلاثة مغرف اربعة مغرف ثلاثة مغرف ومعاهم عشر قطرات من زيت الأرقال او هينك نجم انك تزيت حتى شوية يعني مفيد على الخلط هو بيدو بشي تحل في الخليط هذيك وقدش من قطرات خمسة ستة خمسة ستة من قطرة كيفاش نعمل بعد ندفي معنى شوية برك اي فما هو مثلا تحط فيها البول متاع الخليط هذيك مغير ما تحط على النار طول اه كيلبا مغي صحي تحكي فهمني ويكون دافي شمي حرق الزيت اي دافي تشربوا البشرة خير ويعطي مفعول خير دي ما انا نقل ها نقل ها بدفي وز تمتع كم قبل الاستعمال واضح دونك فما التليفون حاضر كهو كمال نايمين رجعت لك مع بعضنا احنا نستقبل التليفون احنا عملنا التليفون اللي يوصل احنا ناخذوهم معنا وإذا كان جواب صحيح نعطيوه الكادو وإذا كان غالط ناخذوا التليفون اللي مبعد واضح نحنا في واضح واضح وإن شاء الله أبار تيغ من السماء بشتعود الكادو يهبط على صفحة صفحتنا على صفحة راديو ميد فيسبوك وبش نحسب النمبر دو برتاج والنمبر دي دونتي فكاسيون بتاع صحابكم ونحسب ونشوف ونشوف كم إذا كان تعملوا لايك بين سور الباج للازوينا هذو ملك يدخلوا في حضوذ الربح متاعكم وهكا نختاروا أين وإيمين إن شاء الله نهار الجمعة الربح ولا الربحة متاعنا ويهبط نهار الخميس هكا تهر أبارتير من نهار الخميس تلقاوها الكادو على الصفحة متاعنا وتنجموا تبرتجوا الكادو تعملوا إيدентиفيكاسيون لصحابكم وتعملوا لايك بيانسور لصفحة للازوينا ولانستغرام زيدة للازوينا صحيح للازوي مثل نتصعبوها شوية مش صعبة لحكاية سؤال نقول لنا سؤال قول انتي قول انتي السؤال هو شنو لو كانت تعطيونا الخلطة والمتاع الكلها لزاستوس الكل هم صعب مش صعب ما سيلي هلزم متحفوز مكونات الخلطة الكلها سهلة 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 على الأخر وكيفاش تتعمل سهلة سهلة على الأخر إذا كان التليفون حاضر ناخذوه معانا ناقى نرجعنا سومية بالتليفون نستنى وسومية في الأثناء المكونات تلايثة مكونات حكينا عليهم المرة اللي فاتت ومكون زدناه اليوم المكون اللي زدناه هو اللي حفز تطويل الشعر ولا لحفز تطويل الشعر ملاحظة مهمة هو استعملت الخلطة المرة اللي فاتت معناها تطويل الشعر و تحل الجميع مشاكل الشعر يعني التقصف تساقط القشرة ملء الفراغ معناه الشعر التبدأ شعر تطيع ب اي اي مشكل من مشكل موجودة زيت القطرة من الحلول الهائلة للقشرة صحيح صحيح مجربة طبعا فعاليتها مجربة معلل زوينة اذا كل الرقم الحاضر ناخذوه سينو عندي انا فرحت لك برشة بالفتتاح جديد بشو كونها لحد انشاء الله فاجأتني هكيا فاجأتني بقدرة ربي نقطة نقطة بيعة جديدة للزوينة يعني خطوة من خطواتها فرحانين برشة الحقيقة وانشاء الله تتم على خير وانشاء الله فاتحة خير في للزوينة يا ربي انشاء الله وين بش تكون منوبة بإذن الله اي زوينة منوبة بش يجي وزوينة منوبة اللي يسمعوا فينا هايز في منوبة منوبة يعني في الطريق الرئيسي انتع منوبة باحذا مزلت الحقيقة معني الطريق الرئيسي بحذا المرشي وين الروم بواء الكبير غاديك وين موجود الجيمع لكوا حكا اي موجود الجيمع وكنلي يقراوا وزوينة غاديك هكا في ثنياتهم ولكر بجهة منوبة لكل في المركب الجيمع هاي نعرفها بالمركب الجيمع بيان سي منوبة نشوفوا الرقم المكلمة إذا كان حذرة سمية ومرسيل آه نرجع بش نرجعوا لها به نذكر أنه عنا مسابقة قلنا المسابقة منيش تتكون نشوف الكادو على اللايب ستريمين راديو ميد تونيزية حتى هنا تاهر نشوفه الكادو الكادو اللي هو نص الإيجابة اللي هو ثلاثة مكونات ثلاثة مكونات حكينا عليهم لتحفيز تطويل الشعر ولي قلنا أنه مشكلة تطويل الشعر برشا درجة برشا عند نساء اللي عندها حتى البنيات هو الخلطة تستعمل من عمر بونا نقول للعام للي صغار برشا هدو حتى صغار تلقى عندها حتى ثمانية وتسعة وعشر سنين حتى من ستة سنين نستعملها في البندويل نستعملها في الخلطات دوما أنا مريم مغرومة بالرغان مريوما بالرغان عندها الكودكور ونخليها على خطر بتوصيتك أنت سألتك مرة خليني نقوله زيدا المعنى ننفع به المستمعات اللي يسمعون عندهم بنيات يحبوا يعاندو كذا تقول لي إيمان نخلي لها زيدا لرغان آمن على البشرة بتطبع بتطبع بطبع بطبع تغذيوت أخرى تنجم تكون بس غيرونيات الويل دغغان تستعملوا في من أي عمر وتستعملوا من أي منطقة محله 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 جربوه وتفكروني زيدا لرغان متاع للازوينة بالحق إن كود كور ناخذوا التليفون معنا مرحبا 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 كل أهلينة بالحمامات نسلموا عليهم مش ميسة تهبل متع تحويسها غادي على المرازق في الشط يلا ناخذوا الإجابة نهلة مدام ما تحدثنا على معناتها عشرة زيوت بتاع الأعشاب ناخذوا منهم ثلاثة ثلاثة الأربعة مغارف من عشر الزيوت هذية بش نزيدوا عليها عشر قطرات من زيت الويلد ونزيدوا عليها من خمسة لستة قطرات من زيت القطران نتفيوهم شوية منشتور على الغاز نحطوهم في حاجة معناتها فوق في متطرون بالتطقيق عرفت بشاء الله دياليزبك بتعلك زو فوق ونحطوهم لاحظة النقشة الأخرانية هذه بتاع الزوينة بالحق ندفيوها ندفيوها ندفيو شوية نحطر سابينات غربيد في الشعر ثلاثة الفروة من العرس وبعد من نزل بالكداء معناتها لغتين نغلطوه شوية ونخليوها ثلاثة ساعات ونبعد ناقص خبيرة خبيرة الزوينة ما شاء الله مبروك عليك الكادو مبروك يا نهلة مبروك عليك الكادو اللي هو الكادو يتمثل في تركيبة الأعشاب والزيوت ومعاها زيت الأرقان ومعاها زيت القطرة نبيب شقول نصيحة عن نهلة صغرونة كي توصل لها القفخة هذية مجموعة الزيوت زيت الأرقان تستعمل دوزون يعني اشتر تحطو للشعر واشتر تخليه الوجه كل ليلة بيه قبل ما ترقد وجايها يبدأ مضيف بالكدي بالكدي تاخو قطارات وتدلك بيهم وجايها رقبتها إيديتها كانت تحب سويقاتها راو بالحق تيت خبير وقائي بدرجة أولى لظهور التجاعد وشيخوها المبكرة على البشرة وبالصحة والراحة وإن شاء الله تستعمل يا نهلة ونحبها ترجع لي بالغزولة ترجع نهلة وإرجع 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 خروع أو لوس أو أرجع تستعمل دي ماكيان حكينا فيها وقت قبل تستعمل دي ماكيان صحي يعني ينحي لك الماكياج ويخلي لك لابون يدغط يخلي لك لابون مين يخير من حاجات أخرى معنى هذه حاجات تقليدية نقول إنا وديما على البشرة تكون صحية الكتير ماولا وجو الميكلة احنا الميكلة الصحية والحاجات الصحية زيدا من بغميل دي ماكيان يكون زيد فهو حاجة صحية خير من أي حاجة أخرى معا إيمين حتى كي عنا معنش نحكي على جديد متعل اللازوين دي ما تعطينا دي زستوس دبوت بالحق غان دبوت بالرسمي معنى يعرفنا اليوم اللي الزيت حسن حاجة للك كونو ك دي ماكيان خير من حاجة أخرى يعني حاجة طبيعية وإن شاء الله مش نحكيو على دي ماكيان زيدا في للازوين مرجية ونحكيو على برشة حاجة كل مرة نترقو هكا على حويجة ونحكيو بها في التفصيل دي ماكيان زيدا البغ دمانك ونحكيو مش عالي هذا محله آي للا عطينا الأرقام الهاتف بي للازوين كي العادة والله لا تقتعنا عادة تلقاوها سوغ فيسبوك للازوين سوغ استقرام للازوين نجاوبوا على كل تساؤلاتكم استفساراتكم معنى الحاجات اللي مقلقتكم نحاولو نلقاو معاكم الحل المنتوجات اللي تتماشى معاها راهي طبيعية مية بالمية بي امارة المسعي الطابق الثالث بروميا وثمونتاج كما تلقاونا في رياض الاندلوس في الكونسيبت ستاغ سيلكسيون تلقاونا في العوين زيدة حي طيب لم يري شير على حبيب برقيبة بحث جي مع الغفران أو كان عطيكم اكزاكتو وانشاء الله بخوشين مو الحصة الجاية نحكيوه على نقطة البيع جديدة الرابعة ونعطيوها بالتفصيل ربي بيرك في عمرك يا ربي مرحبتين نعطيوكم بقدرة ربي للجواء تلقاوها على باجنا وعنا ان شاء الله جمعة المقبل الف الف مبروك عيشك عيشك عفوفة بالرزق وانشاء الله بالحاجات المزيانة انا ديما نقول حاجة نضيفها ديما على للازوينة ونقولها حتى مش في المنابري الإعلامية حتى كي يسألوني ولا يقولوني وانا جبد سيرة للازوينة هو المزدقية هو الحاجة الطبيعية هو بالحق الروح اللي تعطيها ايمان منها في البخودوية متاحة وهذا بالحق معترف ومشهود لك عيشك كيما قلت لك المصل وكيما التورة بالجمهورية حتى البيب الدار ارقام الهاتف اللي موضوع على ذمتكم عنا الواحد وعشرين سبعمية وخمسة أربعمية وثمنتاش وعنا الستة وعشرين ثنين ستة سبعة دون سبعة 2626 267 سبحان الله سيتو عاوضنا الرقم رقم لوليا لا فيسة رقم لحم دو عشرين سبعمية وخمسة أربعمية وثمنتاش واضح رقم واحد وعشرين صبعمية وخمسة أربعمية وثمنتاش واحد وعشرين سبعم آل أربعمية وثمنتاش وليش ورو من الكل ونعود ونذكر أنه تلقى الفيديو هذا موجود على صفحة راديو ميد تونيزي تلقى الفيديو متاعنا بإذن الله ذكرت النمر ذكرت وما مثال 21 75 418 يزيه ماركة يزيه ماركسي ماركسي مونة نتقابل إن شاء الله الجمعة الجاية بإذن الله لحديش موعد الأخبار ورجعين